أفد موقع أكسيوس بعقد الولايات المتحدة وإيران محادثات بسلطنة عمان في شهر مايو الماضي نقل الموقع عن مصادره أن مسؤولين من البلدين عقدوا مفاوضات غير مباشرة بشأن الملف النووي الإيراني هذه المفاوضات تأتي في وقت يتزايد فيه الحديث عن اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران رغم نفيك إليهما الأمر فهل تنجح مثل هذه اللقاءات في إحداث خرقا في الملف النووي الإيراني وكيف سيكون الموقف الإسرائيلي في ظل السيناريو يتحدث عن استعدادات تقوم بها تل أبيب لردع مسار إيران النووي الولايات المتحدة وإيران تخوضان محادثات مكثفة لم يكشف عن تفاصيلها الكاملة بعد لكن الملامح العامة تؤكد سعي البلدين للتوصل لتفاهمات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني موقع أكسيوس أفاد نقلا عن مصادره أن مسؤولين من البلدين عقدوا مباحثات بشكل غير مباشر من خلال وسطاء عمانيين نقلوا نقاط التفاوض بين الوفدين في غرف منفصلة قبل أيام أفاد الموقع نفسه بأن كبير مستشاري رئيس جو بايدن للشنق الأوسط بريت ماكغورغ زار مسقط للتباحث مع المسؤولين العمانيين بالشأن مفاوضات الملف النووي الإيراني هذه التطورات تتزامن مع موجة من المعلومات والتكهنات والتسريبات عن اتفاق نووي مؤقت ووشيك بين واشنطن وطهران حققت المفاوضات بشأنه تقدما مهما بحسب وسائل إعلامية عدة فإن ملامح الاتفاق تفيد بأنه يتضمن تقليص طهران لبرنامجها النووي من خلال وقف تخصيب اليورانيوم بنسب عالية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية عنها كما يتضمن الاتفاق حسب التفاهمات الأولية الإفراج عن 20 مليار دولار من الودائع الإيرانية لدى بنوك في دول بينها كوريا الجنوبية والعراق فضلا عن أموال من صندوق النقد الدولي وأنفت كل من واشنطن وطهران المعلومات المتداولة بالشأن الاتفاق كما لم تعلق سلطنة عمان ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض المعلومات بأنها مضللة وكاذبة وشككت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في الأنباء بشأن الاتفاق وقالت إن تعليقها يماثل النفيا الذي أعلنه البيت الأبيض للمزيد من المتابعة معي من واشنطن مساعد وزير الدفاع السابق لورانس كورب سينضم إلينا أيضا في هذا الحوار بعد قليل من تهران ديبروماسي الإيراني السابق محمد مهدي الشريعة مدار إذن أهلا بك بداية سيد لورنس عن موجة التسريبات في الفترة الأخيرة وإصرار كل من واشنطن وكذلك تهران على النفي لكن القاعدة تقول أنه لا دخان من دون نار برأيك هل تصدق النفي الأمريكي الرسمي ما هي احتباليات أن يكون هناك مفاوضات ولماذا هذا الإصرار على النفي أعتقد أن كون بريت مكغورغ ذهب إلى عمان فهذا يعني أنه قام بمناقشة الأمر مع ندرائه الإيرانيين وأرى أنه ربما يقدمان على ذلك ولو بشكل غير مباشر لأنه كان هناك طرف ثالث في عمان ولم يناقش فقط البرنامج النووي وإنما هناك السلوكات الإيرانية في المنطقة بالإضافة إلى مساعدتها لروسيا في حربها عبر تزويدها بمسيرات ولذلك أنا لست مفاجأة بأنهما نفيا لأنهما لا يريدان أن يرفع توقعات الملاخدين وبالنسبة لإدارة بايدن هناك تفاوض مع الأوروبيين والإيرانيين لوقف نشاطهم بالبرنامج النووي وذلك لم يجد نفعا ووصلت إيران تخصيبها وصلت تخصيبها ولم يجد سابقا ما الذي تغير الآن خاصة أنه الإدارة الأمريكية في أكثر من مناسبة في الفترة الماضية أعلنت أنه جهودها الدبلوماسية قامت بوقفها لم تعد معنية حتى باستئناف المفاوضات أو العودة للاتفاق النووي بعد كل ما وصلت إيران في انتهاكاتها وفي تخصيبها لليورانيون بالإضافة لمسائل أخرى متعلقة بالمنطقة متعلقة بالملاحة والحرية الملاحة البحرية ومتعلقة أيضا بالداخل الإيراني والتطورات فيما يتعلق الحريات والتظاهرات وحقوق المرأة لكلها انضافت إلى بعضها في الفترة الأخيرة نعم ما من شك في ذلك ولهذا نحن لا نناقش فقط النشاط النووي وإنما كذلك ما تقوم به إيران في المنطقة ومساعداتها لروسيا لأن تلك المسيرات الإيرانية لروسيا كان لها أثر مهم جدا في هذه الحرب في أوكرانيا ولذلك يجب العمل مع إيران لحل هذه القضايا لكن الأولوية للبرنامج النووي لأنه إذا طورت إيران سلاحا نويا فإن أمريكا ستتاخذ إجراءا استباقيا كما فعلت في السابق ولو سمحت لأستاذ لورنس نضم إلينا في هذه الأثناء أستاذ محمد مهدي لنتابع معه قراءة لهذه التطورات وإحتماليات ربما هذه المفاوضات القائمة وإن بطريقة غير مباشرة في غرف منفصلة حسب ما راج في موجة التسريبات هذا برأيك ما هي الاحتماليات وأيضا عندما يقول ضيفنا من واشنطن أن الأمر لا يتعلق فقط بالنووي ولكن بسلوكيات إيران في المنطقة بدعمها لروسيا بالمسيرات والمجهود الحربي في حربها ضد أوكرانيا إذا كانت إيران ترفض من قبل إقحم أي ملفات أخرى في المفاوضات النووية ما الذي يدفعها الآن إلى توسيع نطاق المحادثات مع إيران ومع الولايات المتحدة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولي ضيفك ولمشاهدي قناة سكانيوز عربية أولا المفاوضات بشكل غير مباشر لم تنقطع كانت هناك تواصلات مع مختلف الأطراف تختلف الوتيرة أحيانا لكن لم تنقطع هذا أولا النقطة الثانية إيران أعلنت دائما وما زالت تعلن أنها لن تتفاوض على الملفات الأخرى الموضوع المطروح بين إيران ودول الخمسة زائد واحد سابقا والأربعة زائد واحد فعليا وعبر الوسطاء مع الولايات المتحدة الأمريكية هو الملف النووي ليس إلا في موضوع المنطقة إيران لن تتفاوض بالنسبة للمسيرات الإيرانية وما يدعى أن إيران ساعدت روسيا في حربها ضد أوكرانيا هناك اتفاق عسكري بين إيران وبين روسيا لتبادل السلاح إيران حصلت على طائرات الميك كما يعرف الجميع هذا التعاون العسكري والصفقة العسكرية موجودة وأساسا هي مطروحة منذ ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا لذلك لا يمكن أن تكون هذه القضية شماعة يستغلها الأطراف الأخرى الأطراف الأوروبية والإيرانيكية من أجل الضغط على إيران طالما نفت تورطها بشكل على الأقل في التصريحات الرسمية والعلنية بمدها روسيا أي أسلحة أو طائرات مسيرة الآن تقارير الأمريكية تفيد إلى المرحلة المقبلة وهي مساعدة إيران لروسيا في بناء مصانع لتصنيع هذه المسيرات داخل روسيا الكثير من الإدعاءات قد تطرح حتى لو كانت إيران ليس هناك مشروع لتعاون بين إيران وروسيا لتصنيع المسيرات حتى لو كان مشروع من هذا النوع هذا هو جزء من التعاون العسكري الذي يمكن أن يكون قائما بين دولتين من الدول المختلفة بالعكس لماذا لا يكون هذا التعاون حينما تكون إيران تمتلك هذه القدرات وتكون لهذه القوة في الصناعات العسكرية يمكن أن تتبادل هذه كأي تبادل تجاري عسكري آخر بين الدول هذه نقطة لكن لا يوجد مشروع من هذا النوع الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تطرح هذه الأمور للضغط على إيران لأنها لم تتمكن من خلال الضغوط السابقة من أن تفرض رأيها على إيران وإيران رفضت الموقف الأمريكي وتصر على العودة إلى الاتفاقية النوية بكامل التزامات الإدارة الأمريكية لذلك الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها فشلت في كل الضغوط والمقاطعة والحصار الاقتصادي المفروض على إيران من تحقيق أهدافها تحاول أن تجد أهدافا جديدة ليس إلا الولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم بحاجة أكثر إلى الوصول إلى حل في الملف النووي الخطأ الذي ارتكبته إدارة ترامب في الخروج من الاتفاقية النووية فسح المجال أمام إيران لتطوير مشروعها النووية الولايات المتحدة التي لم تكن تريد أن يكون لإيران أصلا مشروع نوية اليوم إيران تخصب بنسبة 60% لها مئات وألاف الكيلوات من الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة متفاوتة الولايات المتحدة الأمريكية كانت تضغط على أن لا تحتفظ إيران باليورانيوم المخصب في الداخل الإيراني وكانت تبحث عن دولة ثالثة لأن يرسل اليورانيوم المخصب إلى ذلك اليوم إيران عمليا لها منشآتها لها أوجدت منشآت جديدة نسبة التخصيب ارتفعت نسبة حجم اليورانيوم المخصب ارتفعها وكل ذلك حصل بسبب الخطأ الأمريكي الذي ارتكبته إدارة ترامب إذا كانت الإدارة الأمريكية تريد أن تستمر في أخطائها الاستراتيجية وتفسح المجال أكثر أمام إيران لأن تطور مشروعها النوي فهذا هو من خياراتها لها هذا الموضوع هذه النقاط كلها مهمة أريد أن أخذ رأي أستاذ لارينس كورب فيها فيما يتعلق أن هذه الخطوة من الجانب الأمريكي هل هي تنازل هل هي دليل فشل حقيقي أن الولايات المتحدة بكل عقوباتها بكل ضغوطها لم تتمكن من فرض شروطها أيضا نقطة أشار إليها وأكد عليها ضيفنا من طهران وهي مسألة النووي ليس إلا لا مواضيع أخرى وهذا موقف أيضا طهران طالبة تمسكت فيه هل من شأنه أن يشكل عقبة أمام تحقيق أي اختراق أعتقد أنه كان خطأا فادحا من الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج عن الاتفاق وعندما كان ترامب يفكر في ذلك أنا قدمت شهادة في الكونغريس وقلت إنه كان اتفاقا جيدا وحال دون حيازة إيران سلاح نويا الذي يجب أن نفعله الآن هو أن نعتبر هذا أولوي لكن أعتقد في الوقت نفسه أنه فيما يتعلق بمساعدة إيران لروسيا دعونا أن نستحضر أن هذا ليس قلق من جانب أمريكا فقط وإنما هناك قرار من الأمم المتحدة يدين الغزو الروسي على أوكرانيا وهو غزو غير قانوني وأن الروس يخالفون قوانين الأمم المتحدة وقوانين الاشتباك والخرب وبطبيعة الحال الأولوي يجب أن تضل الاتفاق النووي لأنه إذا لم يحل هذا الأمر فإن الأمر سيكون كارثين على الشرق الأوسط وعلى العالم وخصوصا إذا حازت إيران هذا السلاح سيكون هناك سباق تسلح ولكن أستاذ لورنس قبل أن أستعرض ربما نتائج التصويت في هذه النقطة احتماليات الاختراق برأيك وأيضا مسألة الضغوط حتى داخل التركيبة الأمريكية الداخلية وضغوط الكونغرس على الإدارة الأمريكية بعدم تقديم أي تنازلات وبعدم استئناف المفاوضات في الواقع لا ترغب أمريكا في تقديم الكثير من التنازلات لكن يمكن أن تنجز شيئا ما لأنه إذا عودنا للاتفاق النووي فهو بطبيعة الحال لن يحتم العودة إلى موافقة الكونغرس إذا ذهبنا إلى 2015 كان أوباما قد مرر الاتفاق دون العودة إلى الكونغرس وللأسف الشديد هذا سهل على ترامب أن يخرج منه دون أي صعوبة ولذلك كان هناك عدد من الاجتماعات في بينا بمساهمة روبرت مالي والأوروبيين وهذا هو الأمر الجواري الذي يجب التركيز عليه هذا الاستئناف للمفاوضات لأن هذا قد يؤدي إلى وضع نتفادى فيه الأخطر في الشرق الأوسط والعالم وقبل أن أتوجه لضيفي من طهران دعونا فقط نتوقف عند نتائج التصويت حيث كنا قد طرحنا السؤال على حسابات سكاي نيوز عربية على تويتر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي سؤالنا كان هل تنجح المحدثات الإيرانية الأمريكية في تحقيق تقدم في الملف النووي الإيراني 28% فقط قالوا نعم أنه قد يحدث هناك اختراق لك الأغلبية العظمى 72% قالوا لا وهنا سأعود إليك أستاذ محمد مهدي على ما يبدو أن الأمال والرهانات على أي محادثات تبقى قليلة في تحقيق أي اختراق الجانب الأمريكي مصر على شروطه الجانب الإيراني كذلك مصر على شروطه هذا يجعلنا نتسأل لماذا إذن العودة ما هو بأي هدف العودة للتتقص للمفاوضات وإن كانت بشكل غير مباشر علما أنه لا طرف يرغب حقيقة بتقديم تنازلات المطلوبة وإيران تدرك الحسابات المعقدة في الداخل الأمريكي لجهة الكونغرس لجهة ضغط على الإدارة الأمريكية لجهة الانتخابات المقبلة أيضا هل هناك من حل آخر؟ لا يوجد أي حل لهذا الملف إلا عبر التفاوض وكل الطرفين يعرفان جيدا بأنه هو الحل الوحيد وأنه ضرورة هذا الموقف في إيران لا يريد أحد تنازلات من الإدارة الأمريكية مطلقة إيران لا تريد تنازلات من الإدارة الأمريكية تريد الالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تركت هذه الاتفاقية وخرجت منها الأمر الصحيح الموقف الصحيح هو أن تعود الأمور إلى مساراتها أن تعود الإدارة الأمريكية إلى هذه الاتفاقية بكامل التزامات وليس عبر الضغوط المختلفة لتغيير ولتخفيف ولتقليل هذه الالتزامات لذلك إيران لا تريد من الإيران الأمريكية مطلقا أي تنازلات تريد العودة إلى هذه الاتفاقية بكامل الالتزامات الأمريكية وعندها ستعود الأمور إلى مساراتها الطبيعية وأتصور أنه لا يوجد أي حل آخر لهذا الملف غير ولكن ما هو مطروح سيد محمد الآن هو حسب الاحتمالات وهذه التسريبات نتحدث عن معادلة تقليص البرنامج النووي واحتفاظه بال60% من جانب إيران مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن جانب من الأموال في اتفاق مؤقت هذا هو الحل المثالي هذا حل مستدام لن تقبل إيران وأعلنت ذا لن تقبل إيران بحل مؤقت ولن تقبل بأنصاف الحلول ولن تقبل بإدخال الملف هذا هو الموقف الرسمي الإيراني لحد الآن ولن تتفاوض خارج ذلك لأن كل هذه عشر سنوات أو 12 سنة من التفاوض أوصلتنا إلى هذا الاتفاق الذي اخترقته الإدارة الأمريكية لذلك لماذا تقبل إيران بالتفاوض من جديد للوصول إلى اتفاق قد تخترقه الولايات المتحدة الأمريكية بهذه السهولة إذن الحل الوحيد هو أن تلتزم الإدارة الأمريكية بهذه الاتفاقية وأن تعود إليها لأن هذا هو الطريق الوحيد لإعادة الثقة وإعادة الأمور إلى مسارتها الصحيح أستاذ لورنس الكرة في ملعب الولايات المتحدة أي الحلول مطروحة أكثر وقعية خاصة عندما نتحدث عن الاتفاق المؤقت هذا أمر أشارت إليه وسائل الإعلام الأمريكية وكذلك الإسرائيلية وهناك حتى سيناريوهات تحضيرية إسرائيلية لهكذا سيناريو بينما إيران ترفض هذه المسألة وتدعو واشنطن للعودة للاتفاق الإطاري 2015 بالأساس الأمر الأسهل للعودة إلى الاتفاق هو العودة إلى الاتفاق 2015 لكن لا ننسى أنه بعد خروج أمريكا من هذا الاتفاق فإن إيران خصبت اليورانيوم بعاتبات وسقوف أعلى بكثير مكان متفقا عليه وبالتالي على إيران أن تعود إلى ذلك المستوى الأول الذي بني الاتفاق عليه هذه نقطة شائكة لكن مع ذلك ليست هذه هي النقطة الجوهرية هناك أشياء أخرى تثير الاختلاف لأنه إذا كان هناك سباق لتسلع في المنطقة في منطقة شرق الأوسط فذلك سيكون خطيرا لهذا يجب أن نعود إلى الاتفاق في أصله وكان هناك مفاوضات ولكن كانت غير مجدية الإيرانيون لم يتعاونوا مع روبرت مالي وهو كان جادا منذ بداية إدارة بايدن وهم رفضوا الحديث إليه مباشرة اشترطوا أن يكون هناك حوار غير مباشر وأقول إنه يجب على أمريكا وإيران أن تعود إلى الاتفاق وهكذا يمكن رفع العقوبات هذا ما علينا أن نسعى إليه لأنه سيكون جيدا للعالم ولإيران وسيساعد وضعها الاقتصادي أستاذ محمد برأيك ماذا عن الجانب الإسرائيلي اللي بات يتحدث وربما يدعوت أحران وتأشارت إلى وحدة خاصة جديدة يتم تجهيزها استعدادا لحرب مفتوحة مباشرة إسرائيلية إيرانية بعد نوع من الإحساس الإسرائيلي بالتخلي الأمريكي وقدعه انعدام وتضاء القدرة إسرائيل على التأثير في مسار الملف النووي الإيراني والمحادثات الأمريكية الإيرانية ماذا يفاعل طهران إذا هكذا سيناريو أولا بالنسبة لرفض إيران الحديث مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا هو موقف قانوني وصحيح بامتياز لأن المفاوضات كانت سابقا في إطار الخمسة زائد واحد ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وعندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاتفاقية لذلك لا دور لها قانونيا حتى تكون ضمن المفاوضات وحتى تتفاوض معها إيران نعم ربما الولايات المتحدة الأمريكية تريد عبر الضغوط السياسية أن تفرض رأيها وأن تفرض التفاوض مع إيران لكن إيران دائما أعلنت وتعلن أنها لن تتفاوض تحت الضغط السياسي وإنما وفق المعايير القانونية التي لا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون جزءا من هذه المفاوضات لأنها أساسا ليست في هذه الاتفاقية النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها نعم إيران تعود إلى الاتفاقية بكامل التزاماتها إن التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بكامل التزاماتها ضمن الاتفاقية وطبعا أيضا ينبغي الحديث عن التعويض عن الخسائر التي تحملتها إيران من جراء الموقف والمبادرة الأمريكية لا يمكن أن تكون هناك اتفاقية تحقق أهداف طرف دون طرف آخر ولا يمكن أن تكون هناك اتفاقية يخترقها طرف ليكبد الطرف آخر الخسائر ثم يطلب منه أن يعود بكل ارتياح وشرح صدر وسعة صدر أما بالنسبة لإسرائيل أتصور أن الكيان الإسرائيلي عليه فعلا أن يواجه مقاتلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي ثم يتحدث بأكثر مما هو حجمه طيب عموما للأسف انتهى وقتي كان بودي أن نستمر ربما في هذا النقاش وفي هذه النقطة أيضا وهذا التحول لكن شكرا جزيلا لكم من طهران ديبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعة مدار وأيضا من واشنطن مساعد وزير دفاع السابق شكرا جزيلا شكرا